الادارة علم وعمل نحن قلنا ايضا المدير الناجح هو الذي يتبنى مشروع التحفيز التحفيز تحفيز الموظفين تحفيز العاملين في الشركة وهو امر ضروري في علم الادارة والتحفيز يعني ايش يعني توليد الرغبة لدى الموظفين على العمل ويجعلهم مقبلين على العمل وليسوا مدبرين فالتحفيز هنا الحقيقة يكون بعدة وسائل منها في ما يسمى بالتحفيز المادي وايضا منها ما يسمى بالتحفيز المعنوي وايضا هناك من التحفيز على الحوافز الفردية وهناك ايضا الحوافز الجماعية طيب ايش هو التحفيز المادي يعني ان هناك فيه تكون مكافآت لكل من يقوم بتحقيق الاهداف او لكل من يجتهد في تحقيق الاهداف اما الاهداف المعنوية او التحفيز المعنوي عفوا التحفيز المعنوي يعني انا ممكن احفز الموظفين باعطائهم مثلا علاوات اعطيهم شهادات او اعطيهم خطابات شكر او قيام باحتفالات معينة حتى ارفع من معنوياتهم ويكونوا قدوة الحقيقة للاخرين ويحث الاخرين ايضا ويدفعهم الى الامام حتى يستطيع ان يصلوا الى هذه المرتبة التي وصل فيها زميلهم فالتحفيز مهم جدا في اي شركة وفي اي منظمة حينما يقوم المدير باداء اعماله لا بد ان يكون لديه سلاح التحفيز حتى يستطيع ان يرتقي بالموظفين ويحقق اهداف المنظمة الإدارة علم وعمل